وفكرة خطة أحمر هي مش مرتبطة إن حد فوق النقض أو إن هو ما نقدرش نوجه له أي نقض أو أي حاجة لا طبعا بس النقض يبقى موضوعي ومش معناها إن حدش في منظومة الأقلي تقدر تقوله ده غلط وده صح لا اتكلم بس كلامك يبقى موضوعي إنما لما كلامك يبقى مش موضوعي أكيد عندنا رد كابتن سايد عبدالحفيز واحد من أنجح وأعظم مديرين الكرة في تاريخ النادي الأهلي وده مش رائع دي أرقام بتقول كده وتتوجات بتقول كده ومواقف كتير بتقول كده كل منظومة النادي الأهلي كان لها دور في دوري 2019 بس هتلاقي ناس كتيرة جدا بتقول دوري 2019 ده دوري كابتن سايد عبدالحفيز سمعت الجملة دي قبل كده إن مدير كرة ينسب لي من قوة دوره إن الدوري ده بتاعه استحالة استحالة تكون سمعتها سايد عبدالحفيز هو حد طول الوقت في منظومة النادي الأهلي ممكن أنت لو في المنظومة المنافسة ما تحبوش وده حقك ده مش ممكن ده أكيد ده أكيد وبرضه ده حقه حتى لو أكيد فده حقك بس تحبه أو ما تحبوش المهمة تبقى موضوعي بيضايق الكلام كابتن سايد ممكن بس تعال أقول لي إيه اللي كابتن سايد لما ترد عليه بالمنطق هنا هو ما قالوش بمنطق كام قضية فجرها كابتن سايد وكام موقف تكلم فيه كام بيتكلم فيه كلام مرسل لأ لما كابتن سايد بيجي يتكلم في حاجة هتلاقيه بيقولك الحكم ده كان موجود يوم كذا والمطش ده حصل فيه كذا لدرجة إنه تكلم في شيء يخص لاعب أو قيد لاعب قبلها بشهور وكان الناس وهي بيسألها السؤال مش مدركة كابتن سايد بيتكلم فيه وعشان كده وبما إن كابتن سايد جزء من المنظومة فإحنا لما يكون فيه خطأ حنقول بس لما يتم التربص به وتصيد موقف ليه وتأويله بشكل لا يحتمل هذا التأويل هنكون أول ناس بترد هنا لإنه مش هنسمح كل حد من منظومة النادي الأهلي واحد وراء الثاني يبدأ يكون فيه تربص به ويبدأ يكون فيه التعامل ده معه ده دورنا أصلا فارس ويمكن عملناه قبل كده حتى مع الكابتن أمير توفيق لما بعض الناس بدأ يعني يدخلوا في جملة من الإعراب وده طبيعة أو ضريبة أي حد ناجح في النادي الأهلي هو الانتقاد من المنافس ومحاولة هذه صورته الزهنية عند جماهير كرة القدم المصرية وتبدأ تحطه في إطار من الكلمات الكبيرة جدا ويدفع واحده فقط لغير ضريبة كل شيء الكابتن سيد عبد الحفيز وده ضريبة الأقوية كابتن سيد لو استعرضنا بطولته كلعب 14 بطولة كلعب قدر يحقق أكتر منه موام دي الكرة جاء في أوقات صعبة جدا وتحديدا موسم 2018-2019 وليه الجامهير قال الدوري سيد عبد الحفيز لأنه قال الجملة الصعبة جدا في شهر ديسمبر وانت رقم 18 في جدول الدوري قال أنا ما يهمنيش من دلوقت متصدر الدوري أنا يهمني أن أنا وانا بنهي الدوري أكون بطل البطولة وختمها بخدنا الدوري الدوري الألازز فبالتالي قدر يحق نجاحات قدر يجيب الفريق ويلم الفريق بمساعدة منظومة النادي الآلي بالتأكيد ولكن ده ساب أثر نفسي صعب جدا عند منافس كان حاسس ومستشعر أن أصلا دخول النادي الآلي في المنافسة أمر صعب جدا على الدوري ده وأن المنافسة كانت سنائية مع فرق أخرى الأهلي كان بعيد عنها تماما لكن يجي الأهلي كعادته من بعيد وده اللي احنا بريد نوصله لكابتن سيد واللعبين الحاليين أن احنا لسه احنا قادرين احنا مش بعيد أوي زي ما كنا بعيد في موسم 2018-2019 الكابتن سيد اللي هو بيحط الأمور في النطاقها الطبيعي اللي هو لو فيه أي خطأ أو أشياء معينة من مباريات أو معيد مباريات أو حكام بشكل أو بآخر بيطلع يكلم في حقه حقه الطبيعي جدا هو حق صد هو بيتحمل كثير وكثير جدا لكن إن أنت كمان تعرض طول الوقت أنك بتوجه إساءة الكابتن سيد وتنمر على كابتن سيد وهو مدير القرى في النادي الأهلي وهو ما خرقش عن النص في أي موقف ولا أساء لأي شخص وبيتكلم داخل إطار كرة القدم فقط لغير والتنافس فقط لغير ويمكن ديات نصيح كتير لمديرين كرة في أندية أخرى بلاش تلعبه الجيم ده مع سيد عبد الحفيز اتقال كده واتقال من كابتن ميدو تحديدا بلاش تلعبه الجيم ده مع سيد عبد الحفيز لأن اللي هيلعب الجيم ده مع سيد عبد الحفيز أنا بقول لكم عارف عقلية سيد عبد الحفيز وسيد عبد الحفيز هيكسب الجيم ده ليه بيكسب الجيم؟ لأنه بيلعب في إطار قرة القدم في إطار قرة القدم ولكن حتى ده أصبح مرفوض على الكابتن سيد عشان كده جمهير النادل آلي كان الدعم في كل قوة الكابتن سيد لأن عارفة قد إيه الرجل ده مخلص للقلع الحمراء وهنا دايما بيكون في صوت للجمهير ودايما حقق صد لأي حد يتجاوز أو يتطول أو يحاول أنه هو يحط حد مسؤول في النادل آلي ويغض الطرف عن كل ما يدور حول هذا المسؤول